قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت بي إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطار الناطرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم تجمع السحرة لميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا طير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أنكم ما أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشبذمة قللون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أخرطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم أخرطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم أخرطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم